اشتركوا في القناة هتقدر تقصر كل قيود الحواجز لو جون في يوم يطفوا نور الشمس عمرهم ما يقدروا كده هتقدر وتنور طريقك بإيدك ومجهودك وطاقتك تسمحوا لي بس في الأول قبل ما ابتدي حلقتي هحكي لكم حضورة صغيرة جدا كارتريند اللي سبع ده الطفل يوسف الطفل يوسف طفل بسيط هو أصلا من بني سويف ولكن انتقى للقاهرة علشان يصرف على أهله طفل بسيط كان بيمسح عربيات يعني في اليوم عشرين تلاتين جنيه بيكسبهم كل ده عشان يتحمل تكاليف أسره وكان دايما يقول هوا أنا مزاي بقيت الأطفال ليه ليه مفيش متعة مفيش طرفية فكان كل يوم يعادي على نادي الأطفال بيتدربوا كرة القدم فتلقائي كان بيتدرب زيهم كده من خلف أسوار النادي ففي يوم شوفوا في يوم يعني بقدرة الله وفعلا بيجينا في حياتنا حد بيكون سبب في النجاح أو في نقل لنا ربنا فعلا يعني مسبب الأسباب فجيه مصور صور له الصورة دي المصور بالصدفة ساب الصورة سنتين قال دا جودتها مش كويسة فالزميل قل لأ نزلها على الفيس بعد سنتين بعد سنتين الصورة نزلت عاملت ضجة على الفيسبوك فشافها طبعا الأستاذ دياء بهجد رئيس قطاع النشيئين وقرر أن هو يساعده ويساعد أهله وجاب له ملابس رياضية وسكن مع اللاعبين ومبارح تم بقرار من نادي مصر مقاصة اندمامه رسميا الطفل مع يوسف تخيلوا يوسف في لحظة اتغيرت حياته في لحظة احنا منيقس ما فيش حاجة مستحيلة أبدا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر